شهدت صندوق الاقتراع اقبالاً ملحوظاً من الناخبين الكويتيين الذين توجهوا منذ الساعة الثامنة صباحاً للإدلاء بأصواتهم وانتخاب أعضاء مجلس الأمة اقبال جيد خاصة في بداية الصباح يوم كبار بالسن وأعتقد أن الأمور ماشية بالرتم المطلوب مرشحة شيء ضروري تكون بالمجلس صوت مرة لي مرة يوص عرفت شلون لما أنا عندي مشكلة أو شيء أروح للمرة وايد أسهل لي من أني أروح كالرجل تصوتي لشخص واحد؟ أكيد هل تشوفه بطريقة إيجابية أم بطريقة سلبية؟ لا إيجابية ما عندنا مشكلة صوت واحد أو عدة أصوات المهم أن الذي يوصل يكون الأفضل التصويت جرى في خمس دوائر كل دائرة ينتخب فيها عشرة مرشحين فيكون مجموع الفائزين خمسين عضواً يعيدون بتغيير لصالح الكويتيين أيضاً تعديل قانون الانتخابات بدلاً يكون صوت يكون صوتين أو أكثر لأن الصوت الواحد عزز الطائفية القبلية العنصرية وانتشار مال السياسي فكل هذه الأمور يجب أن تم تعديلها إضافة إلى القوانين التي تم إقرارها في المجلس السابق يجب إعادة صياغتها بس اليوم إذا نجحتم من الأراد عم تنجحوا بصوت واحد؟ أي بس ما عندنا أي وسيلة ألا خوض الانتخابات وتعديل هذا القانون من خلال مجلس الأمة ساعات الاقتراع الأولى خصصت لاقتراع المسنين فيما ارتفع الإقبال تدريجياً مع توافد الشباب للاقتراع في أجواء منظمة وهادئة أمام أقلام الاقتراع نصبت الأكشاك التي لم تبخل على الناخبين بضيافتها واحدة تطلع تعبانة من الصبح تحتاج تريح شوي تشرب قهوة تشرب شاي ماي ساعات قليلة تفصل القويتيين عن تحديد ممثليهم وهم كلهم أملاً في أن يكون مجلس الأمة الجديد عند حسن ظنهم من دولة الكويت جوال الحجموسى قناة الجديد